أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هناك حرصا مشتركا على العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وقبرص جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس قبرص في قصر الاتحادية حيث أشاد الرئيس السيسي بإسهامات نظيره القبرصي خلال السنوات الماضية في تعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين البلدين اسمحوا لي أن أعرب عن سعادات البالغة باستقبالكم اليوم في القاهرة وترحيبي بجارتكم الأولى إلى مصر كرئيس جمهورية قبرص الصديقة وتقدير البالغ لأن تكون مصر هي وجهتكم الإقليمية الأولى عقب انتخابكم كرئيس لبلادكم وهو الأمر الذي يعكس حرصنا المشترك على العلاقات المتميزة التي تجمع بلدين وشعبين الصديقين اسمحوا لي يا فخامة الرئيس أن أشيد في هذا السياق بإسهاماتكم المقدرة خلال السنوات الماضية في تعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين بلدين من مختلف مواقع المسئولية التي شغلتموها سابقا كما لا يفوتني كذلك الإشادة بالإسهام القيم للرئيس السابق نيكوس إيناسة السادس في تعزيز أواصل الصداقة بين بلدين وما قام به من جهد صادق في هذا الصدد على مدار عشر سنوات